كيفية عمل صورة الدم على جهاز عد الدم الأوتوماتيكي Complete Blood Count by Automated Cell Counter تحليل صورة الدم أوتوماتيكياً له أجهزة عديدة لكل جهاز فكرته وإمكانياته وليس في استخدام هذه الأجهزة أي مهارة تذكر فقط اتبع التعليمات للشركة المصنعة وانتظر الورقة المطبوعة من الجهاز لتعطيها للمريض أما عن أفضل ميزة في هذه الأجهزة فهو اختصار الوقت والجهد لكن عيوبها ارتفاع الثمن وصعوبة الصيانة وشدة الحساسية حيث إنه ربما يقوم بعد بعض الشوائب على أنها خلايا ومن ثم يعطي نتائج خاطئة لذا فإن الأصل في العد هو العد اليدوي Heimocytometer يستهدف تعداد الدم الكامل CBC إجراء تعداد لخلايا الدم ومكوناتها من كرات بيضاء وحمراء وصفائح دموية بهدف تحديد أنواع معينة من الأمراض مثل الأنيميا، بعض الأورام وغيرها حيث يدل إحصاء كرات الدم البيضاء بأعداد غير عادية على وجود اللوكيميا في حالات أورام الدم إضافة إلى تقصي تأثير المعالجات حيث تعد كريات الدم البيضاء من أهم مكونات المنظومة وهو أهم مركبات كريات الدم الحمراء ويقوم بحمل الأكسوجين إلى أنسجة الجسم ويؤدي الخفاض معدلاته إلى حدوث فقر الدم الراسب الدموي وهو النسبة بين البلازما بالدم والكريات الحمراء مما يحدد مدى فاعليتها ويدل انخفاض تعداده أيضاً على وجود فقر بالدم تعداد الصفائح الدموية وقد ينخفض تعدادها بالدم كتأثير جانبي حين تلقى الطفل المعالجات أو بسبب وجود عدوى ما كما يؤدي نقصها إلى سهولة النزف والآن إليك خطوات عمل صورة الدم على جهاز العد الأوتوماتيكي ابدأ بتشغيل الجهاز لأبدأ الجهاز بتحميل سوفتوير الخاصة به والتي تستغرق حوالي دقيقة قم بوضع أمبو بعينة الدم على الشيكر أو القيام بهز العينة برفق لعدد خمس مرات ومن ثم قم بإدخال الأنبوب إلى مكان الإبرة لسحب العينة في الجهاز عندها ستقوم الإبرة بسحب كمية محددة من الدم وهي 150 مايكرو وبعد الانتهاء من سحب الإبرة للدم تبدأ مباشرة في القيام بتحليل العينة مع ظهور نافذة صغيرة توضح بروغرس وخلال دقيقة تبدأ النتائج في الظهور على الشاشة مباشرة سواء كان بشكل بياني أو قيم بحيث تشمل البيانات التالية عدد كريات الدم البيضاء WBC عدد كريات الدم الحمراء RBC عدد الصفائح الدموية في الدم PLT تركيز الهيموغلوبين HGB الحجم الجسيمي لكريات الدم الحمراء MCV ونسبة كريات الدم الحمراء في الدم HCT والآن لا بد من مراجعة هذه النتائج من قبل أخصائي الدم وذلك للتأكد من مدى دقتها قبل تسليمها للمريض وإلا قد تتسبب في مشاكل للمريض وللمختبر